السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة اي حاجة داخل المحادسات ديه تقدر اللي انت تنقلها من جهاز الاندرويد لجهاز الايفون. اول حاجة هتعملها عشان تقدر تنقل محادسات تطبيق اللاين من الاندرويد للايفون. هتحمل برنامج التفون فور لاين. هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف. بعد ما هتدخل على الموقع الرسمي للبرنامج هايزر معك بالشكل دوت. هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج عندك التحميل المجاني وعندك الاشتراك المدفوع. بعد كده هتثبته عندك على جهاز الكمبي بعد ما هتثبت البرنامج هايزر معك بالوجه ديت. هتوصل كده دلوقتي جهاز الاندرويد اللي هو موجود عليه تطبيق اللاين بجهاز الكمبيوتر. بعد ما وصلت كده جهاز الاندرويد بالكمبيوتر هتوصل بقى جهاز الايفون بالكمبيوتر. كده الجهازين متوصلين بالكمبيوتر. هنا عندنا المصدر اللي هو الاندرويد اللي موجود عليه محادسات اللاين. والناحية التانية هي نوات اللي هي المتلقي للبيانات اللي هو جهاز الايفون الجديد. هندوس على نقل دلوقتي. هايبدأ كده البرنامج يتجيب لك الر السلا ديت. حتدوس على استمرار. هنا بيقول لك اللي انت تعمل نسخة احتياطية من بيانات اللاين ديت على جهازك الاندريد. هنروحوا كده على جهاز الاندريد. هنبدأ اللي احنا ندخل على اعدادات تطبيق لاين. هترجع كده الوراء. بعد كده هتدخل على الرئيسية. وتدوس على علامة الترسل موجودة فوق ديت. بعد كده هتنزل تحت انهوات عند المحادثات. وبعد كده هتدوس على انشاء نسخة احتياطية. هنا لازم تعمل نسخة احتياطية على بريد الالكتروني هنا عندنا هوت هنختار من هنا البريد الالكتروني او الايميل اللي احنا هنعمل عليه النسخة الاحتياطية انا هختار مثلا الايميل دوت وبهكده هدوس على موافق هيبدأ كده التطبيق ان هو يعمل نسخة احتياطية هندوس على نسخة احتياطية اية كده بدأ تطبيق لين ان هو يعمل نسخة احتياطية على جوجل درايف بعد ما انتهى من عمل نسخة احتياطية هندوس على موافق ونرجع ثاني على البرنامج كده احنا خلاص عملنا نسخة احتياطية هندوس على نسخة احتياطية بالفعل وبعد كده هندوس على ناقل هيبدأ كده البرنامج يعرض رمز QR ويطلب مننا اللي احنا نعمل مسحة للQR دوت من على جهاز الاندرويد علشان يقدر النوة يدي له السماح بالوصول الى البيانات ونقل البيانات ديت الى جهاز الايفون هنروحوا كده على جهاز الاندرويد هنفتح كده مسح رمز QR زي ما انتم شايفين بعد ما عملت مسحة للرمز QR هيجيب لك دوت تسجيل الدخول هتدوس على تسجيل الدخول هنا تم تسجيل الدخول هتدوس على موافق هيطلب مننا هنا ادخال رمز التحقق رمز التحقق دوت هيكون ظاهر عندنا على برنامج التفون هتدخل هنا الرمز وبعد كده هتدوس على التحقق من السحة بعد ما هتدخل كده رمز التحقق هيجيب لك نوة التحقق من سحة هويتك نجحة تسجيل الدخول هتدوس على موافق وبعد كده موافق تاني وهترجع تاني على برنامج Altyphone في الخطوة ديت بيطلب مننا البرنامج اللي احنا ندخل الاميل اللي احنا عملنا عليه نسخة احتياطية على جهاز الاندرويد هتدخل هنا الاميل وبعد كده كلمة السر لاميل جوجل اللي انت دخلته على الاندرويد وبعد كده هتدوس على تسجيل الدخول بعد ما دوسنا على تسجيل الدخول بدأ كده البرنامج ان هو يعمل تنزيل للنسخة الاحتياطية اللي موجودة على جوجل درايف هنا بيطلب مننا اللي احنا نروح على جهاز الايفون ونعمل تسجيل دخول على تطبيق اللاين هتروح كده على جهاز الايفون وتدوس على تسجيل الدخول وبعد كده هتدوس على تسجيل الدخول برقم الهاتف هتبدأ اللي انت تكتب رقم الهاتف اللي انت مسجل به الدخول على تطبيق اللاين في الجهازك الاندرويد وبعد كده تأكد تسجيل الدخول ده وتفتح تطبيق اللاين بعد ما بتكتب كده رقم الاتف وبتأكد تسجيل الدخول ده وتبتكتب كلمة السر في تطبيق اللاين بعد كده هتجيلك الشاشة ديات هلكم تبينشاء نسخة احتياطية من المحادثات مش هتدوس على اي حاجة خالص وبعد كده هتروح على برنامج التفون علشان تدوس على تسجيل الدخول هندوس نوات على تسجيل الدخول هيتطلب مننا البرنامج نوات اللي احنا نعمل ايقاف للعصور على الايفون في جهازنا الايفون هنرجع كده تاني على جهاز الايفون وهندخل على الاعدادات وبعد كده هتدخل على الابل اي دي بعد ما تدخل على الابل اي دي عند تحديد الموقع نوات هتعمل ايقاف العصور على الايفون هيتطلب مننا كده ان انت تدخل كلمة السر للابل اي دي هتدخل كلمة السر للابل اي دي وبعد كده هتدوس على ايقاف كده احنا عملنا ايقاف العصور على الايفون هنرجع تاني كده على البرنامج خلاص احنا كده وقفنا العصور على الايفون هندوس حاول مرة اخرى زي ما انتو شايفين اهو اتقدر البرنامج اللي هو ينقل البيانات كلها اللي موجودة على جهاز الاندرويد لتطبيق اللاين ينقلها على جهاز الايفون هتلاقي جهاز الايفون يتطفى ويشتغل معاك سيبه لحد ما يفتح وبعد كده هنفتح تطبيق اللاين كده فتح معنا جهاز الايفون هنفتح تطبيق اللاين بعد ما نفتح تطبيق اللاين هتلاقي الشاشة دية جاية كده اهوات هتدوس على نعم كومبل استرداد هيبدأ كده التطبيق ان هو يفتح معاك بكل المحادثات اللي كانت موجودة عندك على جهازك الاندرويد بعد كده هتجيلك الصفحة ديت هتدوس على التالي كده بعد كده هندوس على سماح وندخل نوت على المحادثات زي ما انتوا شايفين كل المحادثات اللي كانت موجودة عندنا على جهاز الاندرويد اتنقلت نوت عندنا على جهاز الايفون طريقة سهلة جدا وبسيطة هتقدر من خلال اللي انت تنقل كل المحادثات المحادثات ديات لو داخلها فيديوهات داخلها صور فويس اي حاجة هتلاقيها موجودة عندك على جهازك الاندرويد هتتنقل معك بكل سهولة على جهاز الايفون هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف ولو عجبك الفيديو استفدت منه ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي